بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط في مادة لغتي الخالدة بص الدراسي الثالث واليوم بإذن الله سندرس بعض الإثراءات هذه الإثراءات من الوحدة السادسة والأخيرة ماذا كانت تتكلم عن هذه الوحدة أحسنتم الوحدة كاملة تتكلم عن الثورة المعلوماتية اليوم بإذن الله سنتطرق إلى بعض نصوص الوحدة وكذلك استراتيجية قراءة وستراتيجية كتابة ومهارة التحدث بقية دروس الوحدة الدروس اللغوية سنأخذه بإذن الله في إثراءات أربعة إذن هذه الوحدة كاملة كانت تتكلم عن الثورة المعلوماتية من مقصود بكلمة الثورة وماذا أعني بكلمة الثورة المعلوماتية أحسنتم المقصود بالثورة هي اندفاع عنيف يؤدي إلى تغيرات عظيمة وهو ما حدث في هذا العصر من كثرة المعلومات والتقدم التكنولوجي المقصود بالثورة المعلوماتية التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إذن هذا المقصود بالثورة المعلوماتية درسنا هذه الوحدة وحققنا أهداف هذه الوحدة ومن أهداف هذه الوحدة اكتساب اتجاهات وقيم متصلة بمجال الثورة المعلوماتية اكتساب رصيد معرفي ولغوي يؤهلني للتواصل الشفهي والكتابي في مجال الثورة المعلوماتية فهم نصوص الوحدة المقرؤة والمسموعة وتحليلها وتذوقها ونقدها تعليل الرأي فيما أستمع إليه في نص الاستماع عندما نستمع إلى بعض الأراء أعلل أو عندما أستمع إلى بعض العبارات أبدي رأيي في هذه العبارة وأذكر السبب كذلك تطبيق الاستراتيجيات الخمس لزيادة التركيز والفهم رسم بعض الكلمات المحذوف بعض أحروفها كهمزة الوصل والألف اللينة المتوسطة والمتطرفة والواو واليا رسما صحيحا وهذا من الدروس اللغوية التي سنركز عليها لاحقا كتابة لوحات إرشادية وإعلانات بخط الرقعة نصوص الوحدة تعرفنا على المدخل نص المدخل قيمة المعلومات نص الاستماع مشكلة تدفق المعرفة الفهم القراءي الأمن المعلوماتي استراتيجية قراءة كان بها العديد من النصوص كذلك نص ثورة الاتصالات والمعلومات التحليل الأدبي حصيلة الثورة المعلوماتية الإثرائي العالم الإلكتروني كذلك نص نموذج الإختبار الفهم القراءي تعرفنا على الأمن المعلوماتي نأخذ بعض المعلومات أو نعود إلى بعض المعاني والمصطلحات الموجودة في هذا النص أصل كل كلمة بمعناها المناسب الكلمة كلمة تقنين المنصوص عليها تعزيز أختار الإجابة الصحيحة من المعاني الواردة كلمة تقنين هل تعني المذكورة تقوية تحديد حماية نختار الإجابة الصحيحة هنا أحسنتم إذن تقنين بمعنى تحديد المنصوص عليها بمعنى أحسنتم المذكورة تعزيز أزز الشيء أي أحسنتم قواه إذن تعزيز بمعنى تقوية تعرفنا على كلمة إطلاف نشوء نمو مرادف هذه الكلمات وضد هذه الكلمات كلمة إطلاف ضد هذه الكلمة أحسنتم إصلاح ما هو مرادف كلمة إطلاف أطلف الشيء أي أحسنتم أفسده إذن هذه أحد مرادفات كلمة إطلاف كلمة نشوء المرادف لها أحسنتم ظهور ضد هذه الكلمة أحسنتم اختفاء النمو بمعنى أو النمو مرادف هذه الكلمة أحسنتم التطور ضد النمو والتطور هو أحسنتم التأخر كذلك تعرفنا على بعض المصطلحات في هذا النص البريد الإلكتروني البرمجيات الذكاء الاصطناعي الشبكة العالمية نختار المدلول المناسب لهذه المصطلحات معنى البريد الإلكتروني أحسنتم هو الرسائل المتبادلة عبر الشبكة العالمية بين المستخدمين البرمجيات أحسنتم هي مجموعة من التعليمات والأوامر المكتوبة بأحدث لغات البرمجة الذكاء الاصطناعي أحسنتم من المدلولات الموجودة أمامي محاكاة البرامج الحاسوبية للقدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها إذن هذا المقصود بالذكاء الاصطناعي كذلك تعرفنا على حصيلة الثورة المعلوماتية في التحليل الأدبي وقرأنا النص بعد ذلك استخرجنا بعض الأفكار أو الأفكار الرئيسة في هذا النص فما هي أفكار النص؟ أحسنتم يرى الكاتب أن الاتصال التقني في الغالب عزل الوجداني الدعوة إلى ربط العلم التقني بالإطار الإنساني الواسع النداء إلى الاحتفاظ بالهوية مع الأخذ بالعولمة التي لا تلغيها الدعوة إلى الكفاح عن طريق بناء فكر غير استهلاكي إذن هذه أفكار النص بعد ذلك نلاحظ هنا المصطلحات مع التعاريف المطلوب أكتب رمز الكلمة في المربع الفارغ ببطاقة التعريف المناسبة لها المعلوماتية ماذا تعني؟ الشبكة المعلوماتية شفرة المتاحف الوجدان نختار الإجابة الصحيحة الإحساس الداخلي الذي يرد على القلب دون تكلف بمعنى أحسنتم الوجدان ها أضع الرمز هنا رمز خاص يتفق على معناه طرفان ويتسم بالخصوصية والسرية ما هو الرمز الخاص؟ هو أحسنتم شفرة جيم شبكة عالمية تربط ملايين الحواسب عن طريق الشبكة الهاتفية أو الأقمار الاصطناعية ما هي الشبكة العالمية؟ أحسنتم هي الشبكة المعلوماتية معارض التحف الفنية أو الأثرية ذات القيمة نختار أحسنتم دال المتاحف علم معالجة المعلومات بواسطة الحاسب الآلي ماذا يسمى؟ أحسنتم يسمى المعلوماتية أقرأوا مع مجموعة العبارتين الآتيتين ثم نحكم شفهيا على صحة الأفكار مع تدعيم ما نقول بأدلة مقنعة إذن هنا في نص الاستماع المطلوب أن نحكم على صحة الأفكار ثم ندعيم ما نقول بأدلة مقنعة واحد فحتى مئة عام مضت كان الناس أميين مقتنعين بمعارفهم المحدودة والبسيطة اثنين في عصر ما قبل الطباعة كانت المادة المكتوبة عزيزة وشاقة مما تسبب في ضياع كثير من الإبداع البشري هل فعلا حتى مئة عام مضت هل كان الناس أميين مقتنعين بمعارفهم المحدودة والبسيطة؟ أحسنتم نقول الفكرة لا نرى أنها صحيحة ما السبب؟ لأن الأمية كانت نسبية موجودة في أماكن مؤينة ولا توجد في أماكن أخرى وكذلك كان هناك تطور ببعض العلوم والمعارف في عصر ما قبل الطباعة كانت المادة المكتوبة عزيزة وشاقة هل فعلا كانت شاقة المادة المكتوبة؟ أحسنتم إذن الفكرة صحيحة لأننا نسمع عن بعض الكتب التي ألفت قديما لكننا لا نجدها لأنه ليس من السهل كتابتها بنسخ عديدة ننتقل إلى استراتيجية قراءة ما هي استراتيجية قراءة التي تعرفنا عليها في الوحدة السادسة؟ أحسنتم استراتيجية قراءة لزيادة التركيز والفهم كانت مراجعة لجميع الاستراتيجيات التي درسناها هذا العام إذن هذه الاستراتيجية تعتبر كمراجعة لجميع الاستراتيجيات فما هي الاستراتيجيات التي درسناها هذا العام؟ درسنا أحسنتم الرسوم الإضاحية المطلوب أشاركوا من بجواري في رسم شكلي من أشكال الرسوم الإضاحية لتلخيص استراتيجيات زيادة التركيز والفهم إذن الوحدة السادسة كانت مراجعة لما سبق فما هي الاستراتيجيات السابقة التي درسناها؟ أحسنتم استراتيجية الأسئلة وتكون في جميع مراحل القراءة وذلك بكتابة سؤال لكل فكرة وتحديد الإجابة إذن أقوم بتحديد الأفكار بعد ذلك أكتب أسئلة على هذه الأفكار إذن هذه هي استراتيجية الأسئلة وهي تعتبرني استراتيجيات التلخيص كذلك استراتيجية الرسوم الإضاحية تعرفنا على شجرة الذاكرة وهيكل السمكة ورسوم التصنيف من الاستراتيجيات التي تعرفنا عليها سابقا تدوين الملحوظات والتعليقات باستخدام بعض الرموز والاختصارات كذلك التلخيص عن طريق هذه الاستراتيجيات السابقة عندما أكتب أسئلة وأرسم مثلا شجرة الذاكرة أو هيكل السمكة أو رسوم التصنيف فأنا هنا قد لخصت كذلك عندما أدوّن تعليقات وملحوظات هنا من أساليب التلخيص إذن التلخيص يكون عن طريق الرسوم الإضاحية أو التعليقات وذلك بالاختصار والتركيز المهم الاستراتيجية الأخيرة التي درسناها هي استراتيجية التسميع وتكون بالترديد بصوت مرتفع أو الاستعانة بأحد عند وجود ما يجب حفظه إذن إذا كانت المادة المطلوبة إذا كانت المادة المطلوب حفظها أقوم بحفظ هذه المادة بعد ذلك أسمع عن طريق التسجيل أو الترديد بصوت مرتفع أو أن أستعين بمن يسمع لي ما هي فائدة هذه الاستراتيجيات أعلّل ما يأتي تدوين الملحوظات والتعليقات على النص وذلك لإبراز المعلومات المهمة وما يحتاج إلى مزيد من المراجعة أو تسجيل أمثلة أو توضيحات أو استفسارات إذن تدوين الملحوظات مهم جدا في أثناء المذاكرة أو في أثناء القراءة لإبراز المعلومات المهمة أو أن أسجل أمثلة أو توضيحات أو استفسارات وغيرها مثلا أن أستخدم علامة الاستفهام عندما أريد أن أبحث عن إجابة لهذا السؤال إذن هذه أحد الملحوظات أو التعليقات أو الرموز استخدام الرسوم الإضاحية في النص ما هي فائدة الرسوم الإضاحية أحسنتم تنظم المعلومات وكذلك تصنف المعلومات تلخص هذه المعلومات وسهولة مراجعتها عند الحاجة إذن مهمة جدا الرسوم الإضاحية تساعد على تنظيم المعلومات وتصنيفها وتلخيصها وسهولة مراجعتها عند الحاجة أهمية تنقيح ملخصات الموضوعات وتنظيمها بعد التلخيص ولا كما يسمى ب تنظيم التلخيص ما هي فائدة أو ما هي أهمية تنظيم التلخيص أحسنتم يساعد على تحديد النقاط والمعلومات المهمة ويغني عن قراءة الكتاب مرة أخرى ما هي أهمية التسميع أحسنتم التسميع للتأكد من حفظ المادة المراد حفظها هذه بعض الرموز في استراتيجية الرموز أو بعض الرموز التي تدل على معاني مثلاً أن أكتب مساوي بدلاً من أن أكتب هذه الكلمة أضع علامة استفهام عندما لم أفهم هذا السؤال أو ماذا يقصد هذا السؤال أضع علامة استفهام بعد ذلك أبحث عن الإجابة زائد بالإضافة إلى إذا كان عندي العديد من النقاط أضيف هذه العلامة أي أن هذه النقطة أضيف إليها نقطة أخرى دون الكتابة فقط باستخدام الرموز هذا الرمز يؤدي إلى أي النتيجة هي فأكتب الرمز مباشرة فقط دون كتابة يؤدي إلى هذا الرمز تقريباً أو احتمال علامة التعجب هنا تدل على رأي غريب أو فكرة غير مسلم بها النقاط أو أن أضع أرقام واحد اثنين ثلاثة نقطة مهمة أو أن أضع خلاصة القول داخل مربع أي أن تكون القاعدة أقوم بإحاطتها هذا ما يسمى بخلاصة القول إما بمربع أو دائرة لكي يتضح لأثناء المذاكرة أن هذه القاعدة المهمة التي يجب أن أركز عليها شجرة الذاكرة تعرفنا عليها كذلك من الرسوم الإضاحية وهيكل السمكة إذن استراتيجيات القراءة مهمة جداً في أثناء تلخيص الموضوع أو أثناء قراءة الكتب وعند المذاكرة تعرفنا كذلك على استراتيجية الكتابة فما هي استراتيجية الكتابة التي درسناها؟ أحسنتم مراجعة العمل الكتابي كيف أراجع العمل الكتابي؟ أحسنتم من ناحية أو من حيث المضمون وكذلك من حيث أحسنتم من حيث الشكل ما المقصود بمراجعة العمل الكتابي؟ أحسنتم هي مرحلة تنقيح وتهديب ووضع العمل بالصورة المناسبة للمرغوبة وتتناول الكلمات والجمل والأفكار والشكل والتنظيم ومن الجوانب التي ينبغي مراعاتها في أثناء المراجعة ما يأتي من حيث المضمون ركز على سلامة العمل الكتابي سلامة العمل الكتابي من حيث من الأخطاء النحوية والإملائية وضوح الأفكار وتسلسلها وترابطها من نقطة إلى أخرى صياغة العناوين الرئيسة والجانبية ووضعها في أماكنها المناسبة مع الإيجاز واستفاء المعنى المقصود تحري الكلمة الصحيحة واستخدامها في سياقها التأكد من سلامة استخدام علامات الترقيم وأدوات الربط المناسبة بين الجمل تعديل الصياغة الضعيفة وغير المناسبة حدف مواطن الحشوي والتطويل والتكرار انتقاء الألفاظ والمصطلحات المناسبة والدقة في اختيارها إذن هنا من حيث المضمون أما من حيث الشكل والتنظيم التأكد من ترقيم الإحالات المشاري إليها في الهامش مراعاة الهوامش الرأسية والأفقية والجانبية ترك المسافات المناسبة بين السطور والفقرات جودة الخط ووضوحه تنظيم الجداول والرسوم الإضاحية إعطاء عناية كافية لنقل الآيات القرآنية ورسمها بالرسم العثماني كما ينبغي العناية بصحة نقل الأحاديث النبوية وتخريجها كذلك تعرفنا على عناصر الفن الكتابي كتابة محضر إدارة اجتماع المطلوب نراجع كتابة محضر إدارة اجتماع أحدد مع من بجواري المطلوب في الجدول أفواً إذن هنا نراجع كتابة محضر إدارة اجتماع نبدأ بما الفرق بين التقرير ومحضر الاجتماع ما هو الفرق بينهما أحسنتم إذن التقرير ومحضر الاجتماع هو نوع من أنواع الكتابة الوظيفية ولكن التقرير تعرض فيه الحقائق والمعلومات الخاصة بموضوع ما عرضاً منظماً دقيقاً وله مقدمة وعرض وخاتمة محضر الاجتماع كذلك له مقدمة وعرض وخاتمة لكنه يعد تسجيلاً منظماً ودقيقاً لكل ما يدور في الجلسات والاجتماعات من مناقشات وحوارات إذن هذا الفرق بين التقرير ومحضر الاجتماع إذن محضر الاجتماع يكون أو يسجل ما يدور في الجلسات والاجتماعات من مناقشات وحوارات المحضر يتكون من العناصر الآتية المقدمة وفيها يحدد المقرر الكاتب ما يأتي إذن المقدمة وفيها يحدد المقرر الكاتب ما يأتي ماذا يحدد؟ أحسنتم الموضوع الذي يدور حوله الاجتماع الزمان والمكان الذين سيعقدوا الاجتماع فيهما المشاركين في الاجتماع وأولهم الرئيس المعتذرين والغائبين عن الاجتماع إذن في مرحلة مقدمة يكتب الكاتب الذي يسمى المقرر الموضوع الزمان والمكان المشاركين والمعتذرين المرحلة الثانية هي مرحلة العرض تسمى سير الاجتماع يتضمن العرض أبرز النقاط والمداخلات التي نوقشت في الاجتماع ما يستجد من أعمال إن وجدت الخاتمة ماذا تتضمن أحسنتم أبرز التوصيات والقرارات التي تم التوصل إليها شكر الحضور على المشاركة من قبل الرئيس في بعض المحاضر تحديد وقت نهاية الاجتماع توقيع الحضور ويتضمن توقيع الرئيس على الجهة اليسرى وتوقيع المقرر على الجهة اليمنى وتوقيع الأعضاء في الوسط الأمور التي ينبغي مراعاتها عند كتابة المحضر التعبير عن عقد الاجتماع بصيغة الماضي المبني للمجهول عقد اجتماع استقصاء جميع القرارات والعناصر التي نوقشت في الاجتماع وتدوينها كتابة الأرقام بالأحرف العربية وضبط تمييزها اتباع نظام الفقرات في الكتابة كل عنصر في فقرة مستقلة وكل قرار في فقرة مستقلة وهكذا الدقة في الصياغة وحسن التنسيق ترابط العرض والربط بين أجزائه إذن تعرفنا على استراتيجية كتابة كتابة محضر اجتماع الآن ننتقل إلى مهارة التحدث إدارة اجتماع مهارة التحدث تكون تطبيق للاجتماع ما الفرق بينه حلقة النقاش وإدارة الاجتماع حلقة النقاش يتبادل المعلومات والأراء حول مشكلة أو ظاهرة أو قضية ما في شتى مجالات المعرفة البشرية إدارة الاجتماعات هي تنظيم مناقشة موضوع ما من حيث التعريف به وإدارة النقاش حوله للوصول إلى قرار معين مثل اجتماع فرق الأنشطة المدرسية أو اجتماعات المؤسسات الشركات الجامعات إلى آخرة الاجتماع الرسمي يتطلب تنظيما كتابيا وشفهيا وله ثلاث مراحل مرحلة ما قبل الاجتماع وتشمل تحديد الإعلان عنه ودعوة المشاركين فيه المرحلة الثانية هي أحسنتم مرحلة أثناء الاجتماع ويتم خلالها تسجيل الحاضرين والغائبين والمعتذرين وطرح موضوعات الاجتماع ومناقشتها موضوعا موضوعا وتسجيل هذه المناقشات وما يتخذ بشأنها من قرارات وتوجيهات المرحلة الثالثة هي أحسنتم مرحلة ما بعد الاجتماع الإعلان عن القرارات وكتابة المحضر من خطوات التحدث الناجح هناك خطوات لإدارة الاجتماع أو للتحدث الناجح في الاجتماع الخطوة الأولى فتح قنوات الاتصال بالآخرين كيف نفتح قنوات الاتصال بالآخرين نبدأ بأحسنتم التبسم التحية ووضع الجسم في شكل مفتوح إذن هذه من فتح قنوات الاتصال كذلك المصافحة بحرارة التواصل بالنظر الإيماء بالرأس وتذكر الأسماء بعد ذلك بدء الحديث مع الآخرين يكون بقول شيء عن نفسي مثلا اسمي منصبي وخبرتي أو بقول شيء عن المشارك الآخر أو طرح سؤال عن المشارك من قبل الرئيس الاجتماع ثلاثة المحافظة على استمرارية الحديث بالتكلم في الموضوعات المفضلة لدى المستمع واحترام راغبة الآخرين في الحديث عن أنفسهم وتجنب تخطيئة الآخرين بأسلوب مباشر وتعلم كيفية تغيير الموضوع وتجنب الإصرار على أن يكون هو صاحب الرأي الصائب والقدرة على تسليم الأدوار من شخص لآخر في أثناء النقاش المرحلة الأخيرة إنهاء الحديث اختيار التوقيت المناسب وإعطاء إشارة لإنهاء الحديث والتأكد على الاستمتاع بلقاء المشاركين وإبداء الرغبة في لقاء آخر إذن تعرفنا في هذه الإثراءات على نص الفهم القراءي الأمن المعلوماتي التحليل الأدبي حصيلة الثورة المعلوماتية كذلك تطبيق الاستراتيجيات الخمس لزيادة الفهم والتركيز التواصل الكتابي كتابة محضر اجتماع التواصل الشفهي إدارة اجتماع وفي الإثراءات القادمة بإذن الله تعالى سنركز على الدروس اللغوية الآن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وألقاكم مرة أخرى في الحصة القادمة بإذن الله تعالى